على خدكم كده لشكل المجموعة بتاعت الأهلي اللي اتغير فيها عن آخر توقف دولي دي مجموعتنا طبعا المجموعة دي في بطولة دوري أبطال إفريقيا الأهلي مازال في الصدارة رغم أنه ليه مباراة معجلة اللي هتتلعب يوم الجمعة أمام شباب لزداد برصيد خمس نقاط ينج أفريكنز دخل مع الأهلي برفس الرصيد خمس نقاط ولكن في المركز التاني بفرق الأهداف وينج أفريكنز التاني لعب مباراة زيادة عن النادي الأهلي في مواجهة لعبها مع ميدياما في المركز الثالث شباب لزداد شباب لزداد عنده أربع نقاط من ثلاث مواجهات وميدياما في المركز الرابع بأربع نقاط فرص الأربع فرق قايمة وبشد خلي بالك أنت بتتكلم على فوارق نقطة عشان كده مطش الجمعة اللي جاي هيكون صعب مطش بالنسبة لشباب لزداد على أرضه محتاج جدا جدا التلاتة بونت يركبوه مبدئيا أول أو تاني يعني يلق إن لو يوصلوا رصيده سبع نقاط يركب صدارة ويبقى كده الأربع فرق متساويين في عدد المباراة اللي اتلعبت ويبقى الترتيب بعد الجولة الرابعة ما تنتهي شباب لزداد قدر الله شباب لزداد فاس في المباراة أنا بكلمك من ناحية الدوافع بكلمك من وجهة نظر شباب لزداد هم بصيني ازاي على المطش دي خلي معايا بس الترتيب اللي سواني على الشاشة فشباب لزداد يقولك أنا كده لو كسبت الأهلي على ملعبي أركب مركز أول أطلع مركز أول وابقى عندي سبع نقاط أقرب حد ليا هيكون الأهلي خمسة وينج أفريكنس خمسة يبقى الكارت التاني أو المنافسة في الكارت التاني بينهم وبين بعض وإن كانت برضو أعتقد أن المجموعة دي مش هتحسم إلا ممكن مع الجولة الأخيرة لأنه زي ما أنتوا شايفين الفرق كلها قريبا من بعض الأهلي لو رجع بتعادل يضمن الحفاظ على الصدر ماكسب طبعا يبقى إحنا طرنا بعيد خالص وإن شاء الله بإذن الله يبقى الأهلي ضمن التأهل للأضواء الإقصائية لكن الضائفة عن شبابه ازداد وهو يمكن أنا بشوفه يعني هو منافس الأهلي في المجموعة دي ينج أفريكنس فريق محترم ميد زي ما فاجئنا لكن المنافسة شايف على الصدر على أهلي تبقى من أهلي شبابه ازداد فلتمنى إن شاء الله أنه الأهلي يتخطى المباراة القادمة نتمنى مكسب وإن لم يكن فعلى أقل تعادل نتيجة إيجابية تحفظ لنا صدارة المجموعة طيب دي قصة طبعا دوري الأبطال هنتكلم على المواجهة هكلم حرككم على مواطش شبابه ازداد وعلى السعادات الأهلي بالتفصيل مع ضيفي النهاردة سعيد علي